شكل الصريع صالح الصماد مخزنا وداعما قويا للجماعة الحوثية منذ بداية تمردها وخروجها عن النظام القانون فدفعت به الميليشيات للواجهة السياسية حتى إذا منتهى دوره في خدمتها تخلصت منه بطريقتها ضربة جوية أودت بالصماد لتسجله ضمن قتل الحوثي لم تعود الحديدة موطئ قدم لهذه الميليشيات والتي كانت تسرح وتمرح في شوارعها وتستغل هذه المدينة بجعلها درعا وغطاء لعملياتها وموئلا لقيادتها بحكم تواجد الميناء الذي وعد الشريان الحيوي الصماد هو الشيخ القبلي الذي انضم إلى تيار حسين بدر الدين في حرب الدولة الثالثة على الحوثي والذي جعل من بني معاذ في صعده أرضا للمعركة مع الدولة وشارك في العديد من الحروب بأبناء قبيلته وكان لزكاة مزارعه ومزارع الخاضعين له دور في إشعال الحروب وللمتابعي أن يتذكر أن حروب الحوثي كانت تقام في مواسم الحصاد لذا كانت تسمى بحروب الرمان الشيخ القبلي صالح الصماد عامل في العام 2009 أي بعد وعد الفتنة في وساطة وضمان بين الدولة وجماعة الحوثي وأنهيت الحرب على إثر ذلك نهائيا إلى قبل أن تبعث في العام 2013 عاد الصماد في العام 2014 ليتربع على كرسي المكتب السياسي لجماعة الحوثي ليس لثقة لوزنه بل بعد غياب مفاجئ لصالح حبره القيادي مع الحوثي وصل صالح الصماد في ذات العام إلى كرسي مستشار رئيس الجمهورية واستخدمه الحوثي شر استخدام فأي ضمانات كان يقوم بها الصماد تلغيها الجماعة وانتهت مرحلته السياسية في كرسي المستشار إثر خلاف على رفض الدولة إسالة مليارات في شوارع العاصمة كي يحتفل الحوثي بالمولد النبوي والذي تستغله الجماعة كعيد خاص استخدمت الجماعة صالح الصماد في علاقتها بإيران بجعله واجهة لإبرام العديد من الصفقات ليصبح صالح الصماد هو المتصدر الأول في علاقة الحوثي بإيران فقد تم التعاون من قبله بعد 21 سبتمبر 2014 للإفراج عن طاقم سفينة جهان ون والمدانة بتهريب الأسلحة من إيران إلى جماعة الحوثي وهذا ما فتح شهية الجماعة للإنفتاح على إيران مارس 2015 دفع الحوثي للصماد ليتمادى وكان أكثر وضوحا من غيره فقد طبع علاقات واسعة مع إيران بفتح المجال الجوي والرحلات بين البلدين بواقع 14 رحلة أسبوعيا أي أنه سبع رحلات على طيران اليمنية وسبع أخرى على الشركة الإيرانية ماهان إير اليوم التاسع من مارس 2015 أي قبل أيام معدودة من الحرب على اليمن قام الحوثي بإهمال دور الصماد نهائيا وحضر عنه محمد عبد السلام الناطق باسم الجماعة لتوقيع اتفاقية كبرى مع إيران تقضي بتوريد إيران للنفط لسنوات مقابل رفض الخزينة فقد وعدت إيران بتزويد الجماعة بالنفط مجانا وللصماد أدوار غير مفصلية وهو عبارة عن ورقة صراع كانت تستخدمها قيادات الحوثي فقط بعد إهمال الصماد رتح من الزمن وإعلانه أن مشروعه ثقافي ولا دخل له بمشاريع الحوثي التي كانت تجوب الجبهة قتالا إن خرط في العملية السياسية في العام 2016 في اتلاف قوى الداخل لم يكن أرباب الحوثي موافقين على هذا الائتلاف وكان الصماد رسولا لمثل هذه الاتفاقيات فهو الجدار القصير الذي تعلق عليه جماعة الحوثي إبرام مثل هذه الأعمال وللمراحظ أن يدرك أن جناح الحوثيين بقيادة محمد عبد السلام كان يفاوض في الخارج رافضا أي اتفاقات في الداخل أو اعتراف حتى بالإتلاف وكان محمد علي الحوثي الذي حاول أن يسلم على الملج مهورية وكأنه رئيس يحارب الصماد حربا شعوى تمثلت في عمل جولات جاب فيها الفيافي وكانت كاميرا قناة المسيرة تغفل تماما مسألة المجلس السياسي والصماد بشكل خاص لم يكن للصماد أي وزن داخل جماعة الحوثي إلا أياما معدودة حينما كان شيخا قبليا في بني معاذ يقدم رقابة قبيلته وتراجع دوره نهائيا لدى الجماعة بعد انخراطه في المشاريع الثقافية وانتهى دوره بعد دخول ما كان يسمى بالمجلس السياسي والذي كانت ترافيه الجماعة تهديدا لحكمها اليمن بطريقة ميليشاوية مقتل الصماد هو بمثابة ضربة قاضية لجماعة الحوثي ليس لوزن الصماد بل أن الجماعة باتت تترقب أيامها الأخيرة في محافظة الحديدة والأهم أن الغطاء الذي حافظ على قيادات الحوثي رتحا من الزمن قد كشف وباتت قياداته الكبيرة تنتظر النهاية المحسومة وما العنتريات التي تتشدق بها الجماعة إلا فقاعات لم يجد لها المنتظر من هذه الجماعة أي ثمار تذكر والهالة الإعلامية الحاصلة ليست إلا محاولة لاستنهاد قبائل الصماد لرفض جبهات الحوثي الذي سيعمل على تعبئتهم للانخراط من جديد في صفوفه شكرا